الرحمن الرحيم نرحب بكم طلابنا الأعزاء بالمحاضرة الجديدة اللي نستكمل بيها مادة البكتريولوجي علم البكترية هني أخوكم دكتور محمد حسين الربيعي اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع جميل جدا ومهم وفي غاية الأهمية وهي عائلة الانتيرو بكترياسي عائلة من البكترية جدا 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 مهمة بالامتحان وبحياتك العملية ومثل ما تعودنا يا طلابنا الأعزاء أنه إحنا شرحنا يضمن المبادئ الأساسية اللي هي همين الطب للمحاضرة تفهم كل شيء وهمين تطلع حافظ مو بس فهم لا همين تطلع فهم وهم حافظ بنفس الوقت بس أريدك تنتبهوا إياي والباقي كله بسيط يا شباب العائلة اليوم مالتنا مالبكترية هي عائلة اسمها الانتيرو انتيرو بكترياسي انتيرو بكترياسي زيان انتيرو هاي يعني أجهة انتيرو يعني أمعاء انتيرو يعني أمعاء بكتريا يعني بكتريا فهاي بكتريا بكتريا تعيش بالأمعاء فاسمها انتيرو بكترياسي فهاية يسموها انترك شوف انترك اقرام نيجاتف روتس شنو روتس روتس يعني عصيات يعني هذه البكترية تكون على شكل العصى هيك شكلها مثل العصى شكلها طولانة مثل العصى زين اقرام نيجاتف يعني شنو يا شبابنا الأبطال مثل ما تعرفون البكترية 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 نوعا يا أما قرام بوزتف يا أما قرام نيجاتف نيجاتف شنو بوزتف شنو الجي هاي هي قرام هاي صبغة هاي الصبغة صبغة فهايا الصبغة يضيفوها لو قعدنا هنانا بكتريتين هاي بكترية وهاي بكترية يجي نضفنا لهن صبغة قرام اللي هي تكون صبغة دائما يا أعزائي زارقه هاي صبغة قرام يجي نضفناها لهاي البكترية البكترية التاخذ شوف التاخذ شوف التاخذ الصبغة وتتلون باللون هذا يسموها جرام بوزتف بوزتف يعني أخذت الصبغة يعني أخذت الصبغة جيد زي يجينا للبكترية الثانية هاي ضفنا لها الصبغة ما أخذتها ما أخذتها متلونت بيها فقلنا هاي جرام ناكتف جرام يعني صبغة ناكتف يعني ما أخذتها فهايا ما أخذت الصبغة خو كل بسيطة ما أخذت الصبغة هو هاي يقبع لك زي فالبكترية مالتنا اليوم البكترية مالتنا اليوم هي هاية هي هاية هي قرام هي بكتريتنا اليوم تكون شنو قرام ناكتف بكتريتنا اليوم قرام ناكتف زي وقلنا روتس بشكل العصر جيد فنرجع نكمل سطر سطر أشرح لكي اياه وأوضح لكي اياه وأترجم لكي اياه وأقراركي اياه شي تريد بعد فنجي انتريك شنو انتريك يعني الجهاز يعني الأمعاء الأمعاء فهي تعيش بالأمعاء فمن نقول هس تعال خل نقرأ هذين التثكين ما تقول هنسوا نقول انتريك جرام ناكتف روتس روتس يعني عصيات فالبكتريا اللي تكون بشكل العصيات اللي هي قرام ناكتف ما تاخذ صبغة قرام اللي تكون انتريك طبعا ناكتف معناه سالب ناكتف يعني سالب سالب يعني ما تاخذ الصبغة يعني ما تاخذ الصبغة زيان انتريك يعني تعيش بالأمعاء فهي همعصيات وهما نتاخذ صبغة قرام يعني ناكتف وهما نتعيش بالأمعاء هاي عائلة من البكتريا كلها اسمها انتيروبكترياسي بس أهم 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 بكتريا بيهن هيا الإشيريريا كلاي إذن الإشيريريا كلاي اللي نختصرها بأيضا إي كلاي إي كلاي شوفو كلهاي هي كلاي أعني هاي الشيريريا فهي الأي كلايا وشرية كلاي هيا الفرد الأبرز من هاي العائلة يا شباب عائلة عائلة شون عائلة قالب وفلان عائلة قالب وفلان فد عائلة محترمة ومرتبة ويطلع من علها فد فره يsemble عصاب ت Report الزيان؟ فهاي عائلة هي اسمها انتيروبكترياسي تعيش بالأمة بيهم فد واحد عصاب تعمى مميز اسماه الشيشي كلاي اللي هي ابقاد بالبداية احنا بمحاضرتنا اليوم بالبداية راح نسولف عن العائلة ككل كل العائلة نسولفها وتفاصيلها نوب بعديا نروح الى الاي كلها نسولف عنها بالخصوص هو ما يرادلها شي فتعال بالبداية نسولف عن العائلة ككل الجنرال الجنرال كاركترستيكس يعني الخصائص العامة مال هذه العائلة تعال خلنقراها كلش بسيطة اول وحدة قلناها انه هي باسلاي باسلاي يعني عصيات كلمة باسلاي يعني عصيات اقرام نغتف يعني متاخص صفغة اقرام اخوها عرفناها وحفظناها جيد هاي البكترية يا ابطال تعيش بالجهاز الهضمي هذا الجهاز الهضمي الامعاء اهنانة اهنانة هاي البكترية هاي البكترية اردد رسم لك ياه شوان عايشها بالعماء وهي البكتريئ الين عصادين يعني الصديق البكتريئ سموا بكتريئ يا شباب البكتريئ هناك توضيفسب مليئة بالبكتريئ Itu situationsubic係 تغطية الامعاء الجلدYAN كل الامعاءوتية بالبكترية تعمل coeur الامعاء سيجد هذه الأمعاك أصحا عالدorus أمير 싸د声 الحاتف أقمع بكترية ج hip 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 into بغرس البكترية الصديقة البكترية هاشتاغ هاشتاغ البكترية الصديقة الصديقة يا صديقة نعم هذه هي الصديقة شنو هاي الصديقة هاي البكترية الصديقة صديقة يعني شنو يعني صديقة يعني الصديق انت تفيد وهو ويفيدك انت تحب وهو ويحبك ولكن 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 هاي البكتيريا ليست بالصديق الوفي نعم عزيزي هي فقط عند الرخاء وتعيفك عند الابتلاء اكتبها تعيفك بالمصايب تعيفك 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 من الدج حالتك من الدج حالتك إذا دار بيك الزمن فديوم وتعرضت السترس تعرضت لمصيبة لكارثة لنقص بالمناعة تعرضت لانتهاب تعرضت لمرض دمرك وقللت صحتك هاي البكتيريا تنقلب عليك وتقوم تهاجمك وتسوي لك التهابات إذن احشايتين يا شباب احشايتين اكو بكتيريا عايشة بامعائك هي بكتيريا صديقة بس هل صديق وفيه مثل صاحبك محمد او صاحبك حسين او مثل صديقتك فاطمة وصديقتك فلانة لا 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 مصديقة وفيها هاي البكتيريا هاي البكتيريا اذا دارت بيك الدنيا وتتعرضت لحالة مثلا نقص مناعة سويت عملية صار عدك ايجزو نقصة مناعتك او الى اخره فهاي البكتيريا تقلب عليك تهاجمك تستغل الفرصة انت طحت وليطيح تكثر سيشايتشينة وليطيح تكثر شنو سيشايتشينة فانت اذا طحت المراض نقصت مناعتك هاي البكتيريا ترجعت هاجمك ترجع فهاي بس بالغنى وحالة الراعة وهاي هي وياك على المصلحة لانتاكل اكلك وشربك وكذا وانت تستفاد من عندها وهي تفيدك هاي بالحالة الطبيعية بس اذا قلت مناعتك لا تقلب عليك وهذا هنبع شوية رح نطرق لهم فاش قيل حلو هاي يقول لك هاي موجودة فاند ك كومنزل كلمة كومنزل يعنى صديقة يعنى بكتيريا صديقة متعايشة ويانة وين بالانتستانل تركت بالجهاز الانتستانل بالجهاز الهضمي انتستانل تركت يعنى بالجهاز الهضمي يعنى بالامعاء انتستانل يعنى امعاء زين ووف مميلز يعنى مال المميلز اللي هي ثديات يعنى مو شرط الانسان حتى غير الإنسان موجودة بي هيا البكترية بما أنه تعيش بالأمعاء الأمعاء يسموها شنو الكولون مثلا كولون زين أو إلى آخر وهي كلاي فيسموها هاي البكترية كولي فورم أو انتريك بكترية يعني البكترية التي تعيش في الانتريك يعني وين يعني بالأمعاء أو كولي فورم لأنه يسمها كولي فورم يسموها ايضا كوليفورم ويسموها ايضا انترك بكتيريا بكتيريا الامعة او سموها كوليفورم بكتيريا الكوليفورم اسمه شون اسمك محمد اسمعلي وهكذا زين البكتيريات يا شبابنا الابطال تعال تعال احنا هذا هنا نسوي لك فدرسومات حلوة وهي الظل وياك ويا المحاضرة ننحق لك اياها ترجع لها يا شبابنا الابطال باوع باوع هاي البكتيريات لو حطيناها بشيشة جبنا هاي جبنا هاي شيشة زين هاي شيشة جبناها اكبالك زين يا حبيبي هاي شيشة زين هاي شيشة اكبالك هاي شيشة اهنانه اهنانه فوق اكو اوكسجين وهنا ما اكو اكسجين ما اكو اكسجين عرفتش شون يعني اكو مثلا مي مثلا هنا سائل مي هنا اقول لك مي هذا سائل مي خل المي خلو ما بي اكسجين ما بي اكسجين فهذا ماء خلو ما بي اكسجين بس هذا هواء خلو ما اكو ابسط من هاي الهواء شبيه هذا هواء الهواء خلو ترجب لك يا الهواء يعني بي اكسجين يعني بي اكسجين والماء يعني ما بي اكسجين ما اكو اكسجين نزيل لو ايجينا حطينا هاي البكترية لو حطينا هاي البكترية هنا هاي البكترية تعيش هنا بالقرب من الاكسجين لأنها تتغذى على الأكسجين فهي تحب الأكسجين فتتركز وين يم الأكسجين ليش تتركز يم الأكسجين إذا حطيناها في هذا الإناؤج نحن درنا البكتري هنا كلها تركزت يم الأكسجين لأنها تعيش على الأكسجين فهي إيروبك هي شنو هي إيروبك 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 يعني هوائية يعني هوائية يعني تعيش على الأكسجين طائمة يرادل هالشي زين هذا المكان البعيد عن الأكسجين إذا غصبناها وخليناها تعيش بيه هنانا تتحمل أقولك إيه هم تتحمل هم تتحمل أقولك شا سوي هذا ضيم الدنيا فأنا هم أتحمل بس وين تعيش أكثر فوق لو جوا أقولك فوق هنانا تعيش أكثر من جوا هنانا هنانا هم تتحمل فهي الأفضل تحب الأكسجين بس إذا ماكو أكسجين تصبر عليك إذا ماكو أكسجين شبيهة تصبر عليك فش نقول نقول هنانا فكولتتف ان ايرابيك أكتب لك إياها فكولتتف ان ايرابيك ان ايرابيك زيان زيان هي تنمو هنانا تنمو هنانا تنمو في وين في الوسط الهوائي زيان فهي تنمو بالوسط الهوائي جيد كلش متاز هاي ثبتناها ثبتناها مايرادش شون اتا تتنفس اكسجين يا الله تنمو كذا هي همين اتا تتنفس اكسجين هسا هيفهمنا زيان اذا ما اكو اكسجين اذا ما اكو اكسجين إذا ما أكو أكسجين تتحمل 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 كلمة تتحمل يعني فاكولتتف شوف إن إيرابيك يعني ما أكو أكسجين إن يعني ما أكو إيرابيك يعني هواء فإذا ما أكو هواء شبيه فاكولتتف تتحمل شون ما رأى يا فد ما رأى أنت عندك فلوس وهاي وكذا عاي شوياك ومرتاحة واذم كيفة إذا أنت ما عندك فلوس خو ما تعيفك لا هاي مرأة وفية تتحملك وتتحمل هذا وتبقى وياك كذلك هاي البكتريا نكتب هاشتاق مثل المرأة المرأة الوفية الصبورة الصبورة شبيها الوفية الصبورة إذا أنت عندك فلوس عندك فلوس كلش تعيش وياك كلش تعيش وياك وإذا ما عندك ما عندك فلوس صفرت شبيها تتحملك تصبر تصبر وتتحملك كلما تصبر وتتحملك يعني فقلت تذيني فهاي البكتريا إذا أكو أكسجين تكيف 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 وتنمو تنمو بالهواء إذا ماكو هواء هاي فكلتة في إنقرة بك إنقوا بك يعني ماكو هواء فكلتة ديف يعني تتحمل ها ميرادرش رسمة حلوة وهذا مثال هنا تشبيه إليك وحفظتها هاي بعد ما تنساها هاي بعد ما تنساها طول حياتك طول حياتك أنا أريدك تنساها أتحداك تنساها يلا قل يوم مرضى سوياك تحدي أقول لك أتحداك تنساها بعد أكو واحد ينساها المرض الصبورة المتحمل كنا نتحمل تكون عندنا صبورة وتتحمل بها الطريقة فهاي تبعا ما تنساها بعد ما تنساها لأن ربطنا هاي المعلومة فنش نكمل فهي إيرابيك هوائية أند و فاكلتة في إيرابيك جروث جروث نمو تنمو وين قلنا بالإيرابيك بالهواء وفاكلتة في إيرابيك يعني حتى نومك هوائية فاكلتة في تتحمل والله بسيطة شون ضبطناها نذن الأسطر ضبطناها نمثل اسمنا بعض وهذا رسم توضيحي قلت لك عليه هذا نفس الرسمت لك هنا أنا أكو أكسجين هنا فوق أكو أكسجين وهنانا سائل ما اكو أكسجين فشوف هي فوق هواء من الأكسجين النمو مالتها أكثر كلش هواي كلش جوها هم نامية هم أكو هم أكو أكو نمو بس شنو أكيد أقل أكيد لأن هي تحب الأكسجين إذا ماكو أكسجين لم تتحمل وتنمو بس أكيد نموها بوجوده أكسجين يكون أكثر بكثير اللي هو هذا وياه احنا أكو نمو بس مو بقد هذا هذا النمو نهواي نانا شوي أقل عرفت شلون؟ هاي رسمة وضيحية وهذا حشينا حتى أكثر من المكتوب عندك هنا أكاتب لك هو كلمة كلمة بتين بس كلمة بتين بس إحنا فصلنا شلون تنمو وشلون تحمل ووين أكثر ووين أقل وكذا وإلى آخرين فأنت لا تحب تكتب ملاحظة تقول بالإيرابيك هنا إذا تصير شاطر ولطيف وتكتب هنا يما الإيرابيك تقول هنا تنمو أكثر تنمو أكثر بوجود الأكسجين هنا تكتب ملاحظة هم تنمو هم تنمو ولكن أقل ولكن أقل بس تتحمل وتنمو تكتب ملاحظة كل شي متاسة فتشت يعني هنا تضيف معلومات حلوة من نفسك بعد بالنسبة لدرجة الحرارة نقول لها رينج الدرجة الحرارة يعني أكو معدل درجة حرارة من هلقت إلى هلقت راح نذكر بها شوي تحطها بدرجة حرارة من هلقت تتحمل ولكن ولكن أفضل درجة حرارة لها هي 37 تقول لك يا با يا عزيزي أنت لو حطيتني بدرجة حرارة 37 أنا كلش أكيف عليك زين فهي الأوبتمام الأوبتمام القروث أوبتمام يعني مثالي قروث نمو نورمالي طبيعي فالنمو المثالي الطبيعي لها عنده درجة 37 سليز كلش ممتاز هاي عرفناها بعد هاي البكتيريا أنت أنا من تاخذ العينة مثلا وتريد تاخذ عينة مال ستول مثلا مال خروج وتريد تزرعها بالمختبر الميديا الميديا الوسط هذا اللي تجيبها تريد تزرع به البكتيريا هذا وسط صعب لو سهل موجود لو ما موجود يعني نسميه بسيط لو معقد إني نقول بسيط هاي بكتيريا متواضعة بسيطة يعني أضرب لك مثال مني نقول هاي بكتيريا تنمو على وسط الوسط نوعين وسط بسيط أضرب لك همار دا شبه الكياه ليش نروح بعيد الوسط نوعين يا شباب الوسط الهذا الميديا 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 نوعين نوعين زين ميديا سمبل بسيطة بسيطة وكمبليكس معقدة زين شوف بسيطة يعني شنو يعني معقدة شنو بعض البكتيريات ما عندها مشكلة تحط لها وسط بسيط تنمو بي تنمو بي هاي بعض البكتيريات بعض البكتيريات إلا وسط معقد يا الله تنمو بي إلا معقد يا الله تنمو بي إلا وسط معقد يلا تنمو بي زين شنو محمد حسين شبه أني يا هاي أنا أطيك مثال فرد هذا فرد شخص هذا فرد واحد لابس قاط ورباط هذا فرد واحد. عرفت شون? هنا نلابس هذا هذا الرباط ماته. عرفت شلون? ها عرفت باوع لهذا الرباط ماته. وكذا وهنان عدة شوارب. هذا حلقة. وهي شواربة. زين? وهي عيونه. هذا فرد واحد لابس قاط وهي وخبص الدنيا. هذا الواحد. زين? وبصفه بعد واحد ثاني. بصفه بعد واحد ثاني. زين? باوع. بس الثاني خلنا نسمع باللون الازرق. خلنا نسمع باللون الازرق. هاذا فرد واحد ثاني هاي عيونه. بس هاذا شنو? هاذا معبس كل شو هو هاذا? شواربة نفس هتلر. زين? وهنان عرفت هذا وهنان هم هنا شو هو? لابس رباط. زين? باوع. هاذا الشخص وهذا الشخص شنو الفرق ببعناتهم? هاذا متواضع. الاحمر شبيه? الاحمر متواضع. متواضع. والازرق متكبر. متكبر. شوف? المتواضع هاذا تلزمه تقعده بوسط يعني يقعد بوسط يعني بديوان بمكان. يقعد عالقاع. يقعد عالقاع. يقعد عالقاع. يقعد. وين? عالقاع. عالقاع. يفرشوله فد فد فراش عالقاع. يقعد بي. ما عنده مشكلة. متواضع. المتكبر يقول لك انا ما اقعد الا على التخم. الا تجيب لي التخم يا الله اقعد علي. الا تجيب. الا تجيب تخم. يا الله اقعد عليه. ما اقعد انا الا تخم. متكبر. شوف هذا المتواضع. هذا المتواضع. هذا المتواضع. طلباته بسيطة. طلباته شنو? طلباته بسيطة. طلباته. 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 بسيطة بسيطة يعني سمبل يعني السمبل سمبل يعني شنو سمبل يعني يعني ينمو يعني هاي بكترية تنمو على وسط بسيط بسيط يعني من يحتاج متطلباته هو هو حتى علميا معناه سمبل يعني وسط هذا وسط علميا هذا معناه يعني هذا وسط هذا وسط مزرعة ما يحتاج أحط هنا هواي مكونات يالله تنمو البكتيريا لا هاي البكتيريا صاحبتنا من ننحطها بساعة تنمو وتسوي مستعمراتها على الوسط ما تتطلب طلباته هواي متواضعة بينما هذا المتكبر هذا المتكبر يريد طلباته هواي هذا طلباته هواي يعني طلباته هواي يعني كومبلكس كومبلكس معقد كومبلكس يعني معقد فمعقد يعني هذا ما ينمو إلا على وسط معقد يعني يطلبوا هواي أشياء بالوسط يتقول لي يا ابا هذا الوسط تعال إنمو علية هذا الوسط تعال إنمو علية يقول لك لا أريد متطلبات كل شي هوي هناك حطينا ثلاثة أسهم شوف هناك قد راح نحط أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شوف من أسهم هواي يريد بوتيته ويريد بيذنجان ويريد فنجر ويريد كباب ويريد تخم ويريد شاي ويريد قهوة ويريد حدم وعشم يالله ينمو هناك تنمو هاي البكترية هناك تقول لك ما أنمو إلا توفر لكل ذنة يا الله أنمو هناك هاي بكتريتنا مو من هذا النوع إحنا بكتريتنا الحلوة الحبابة من هذا النوع خلوة شون ربط حلوة بكتريتنا الحلوة الحبابة من هذا النوع بكتريتنا الحلوة الحبابة من هذا النوع الإي كلاي من هذا النوع الإي كلاي من هذا النوع إذن أربط دائما قول الإي كلاي متواضعة الإي كلاي شبيها متواضعة فنجي أنه هاي تنمو تنمو رابدلي بشكل سريع علي من على السمبل ميديا هاي شوف كلمة سمبل ميديا حاط لك عليها هاي لايت وردي سمبل ميديا يعني شنو يعني وسط متواضع بسيط إذن إت هنا نحط هاشتاغ قول الإي كلاي شبيها متواضعة 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 هاي بكتريتنا متواضعة جي كلش ممتاز بعد هاي البكتريا يا شباب تخمر أيضا الكاربوهيدريت هاي البكتريا الآن هذا الكلام راح نطبين سؤال الفعالية هاي البكتريا هاي البكتريا مالتنا يا شبابنا الأبطال هاي البكتريا هاي البكتريا يا أبطال هاي البكتريا الإي كلاي أو الإنتيروبكترياسي هاي العائلة عائلة الإنتيروبكترياسي تخمر الكاربوهيدريت يعني السكريات تخمرها تلزمها تخمرها هون ميرادهاتش اهم شي بالكاربو هيدرايت اللي هي اللاكتوز خرج قلحك ارقيه هي وانا وبنرجع 10 حلقة هي تثمر مده كبير منALI كاربو هناcho فهي تخمرها So including اهم شي بالكاربو هيدرايت هي اللاكتوز اللاكتوز نوع من أنواع السكريات اللي هو كاربوهيدرات لاكتوز منه ما سامع باللاكتوز هذا سكر وهذا سكروز وهذا لاكتوز زين فهذا لاكتوز فهي تخمى بناء على تخميرها لللاكتوز راح تصنف إلى أنواع لأن مو كلها تخمر اللاكتوز هي تخمر شوف wide range يعني تخمر مدى واسع بس مو كل الكاربوهيدرات اكو نوع من البكتيريا ما تخمر بعض السكريات يعني شنون هنا هي الأجلس هي العائلة هاي العائلة اللي يسميها انتيروه بكترياسي هاي العائلة اللي هي منه انتيرو 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 يعني أمعها بك بكترياسي بكترياسي يعني بكتريا فهي عائلة تصنف إلى اتكتبي لك يا هاي بلون شبير ثلاثة شنو أنواع بناء على شنو بناء على تخمير تخمير اللاكتوز يعني شنو يعني البكترية اللاكتوز البكترية اللي تخمر اللاكتوز يسموها مخمرة اللاكتوز يسموها لاكتوز فرمنتر زين شي يسموها يسموها لاكتوز فرمنتر لاكتوز فرمنتر فرمنتر يعني مخمرة لاكتوز يعني هذا السكر سكر تخمير العجين عملية التخمر فتشي تخمر البكتري إذا خمرت سميناها مخمرة اللاكتوس يعني هاي يرادلها توضيح بعد ما يرادلها إذا ما خمرت شنسميها بالله برأيك شنسميها عبسي غير مخمرة لللاكتوس هاي ما يرادلها يعني في فرد روحها للقاضي ليش تخلينا عصبي فالبكتريا زين البكتريا البكتريا التي لا لا تخمر لا تخمر اللاكتوس تحط لها لاكتوس ما تخمر ما لها علاقة بي يسموها نان نان يعني لا لاكتوس لاكتوس نان لاكتوس فرمنتر فرمنتر غير مخمرة لللاكتوس خوها ما يرادلش النوع الثالث شنو هاي بالبداية ما تخمر اللاكتوس تنتظر فترة أنه تخمر اللاكتوس فتخمر اللاكتوس بشكل متأخر يعني تتأخر بتخمير اللاكتوس تتأخر بتخمير اللاكتوس اللاكتوس شنو اللاكتوس نوع من أنواع الكاربوهايدرايت نوع من أنواع السكريات نوع من أنواع الكاربوهايدرايت تمام تمام فهاي شنو يسموها يسموها اللي تتأخر بتخمير اللاكتوس يسموها اللي تتأخر بتخمير اللاكتوس فهمناها وكذا أردع عيد لك إياها بشكل رسم شو تعال خنعيدها حتى نحفظها هاي كلش مهمة طبعا بالامتحان يا شبط ما يراده هش بس انتبه لي فتح دماغك شو فتحة 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 الله يخليك شو فتحة زي فتحته باوع هذا عندي وسط أنا عندي هذا وسط هذا الآن أردع تسملك إياها هذا هذا وسط أردع تسملك إياها أختار اللون هذا هذا وسط مزرعة مزرعة جيد وهاي فتحة مزرعة ثانية أو هو أي خلينا هاي فتحة مزرعة ثانية وهاي فتحة مزرعة ثانية جيد جيد هاي ثلاث مزارع أقبالك هاي يسموها ميديا كالتشار زي كالتشار سامع بالكلتشار أو ميديا شو سميها سميها طبعا هي لونها بالواقع أصفر فأحنا لون سويها مثل الواقع أحسن يعني بالمختبر ان شاء الله من تشتغل شوف لونها أصفر بس خلي أبدلك هذا هنا لون خلي أصفر هاي هاي فتحة هو أصفر بالواقع مزرعة تشايفين ذني بالمختبر ميديا ميديا زي لونها أصفر طبعا أراوك ياها بصورة ثري دي حتى خاف واحد ما شايفة طول حياته هاي واعلها هاي يسموه مزرعة هاي يسموها كالتشار شوف هاي الصورة هاي يسموها كالتشار هاي يسموها كالتشار مزرعة مزرعة هاي فتحة مثل علبة قرص يزرعون عليه البكتريا ياخذون العينة من الخروج من البول ياخذون العينة واشي لزموها فتحين عرفت شون واشي حطوها هنانا حطونا العينة على هاي المزرعة يوفرون البكتريا يحب تحب أوكسجين يحطونها أوكسجين يحب ملح يحطونها ملح تحب بوتية يحطو لها والله يحطونها الغذاء اللازم حتى تلمو وحطون البكتريه عليه يزرعون البكتريه عليه تشوف أكل وشرب الترتخ تاكل وتشرب وتتكاثر وتصير كل شهوي وتنم blossoms تحوا مستعمراتها علي هذه المزرعة هي فكرة المزرعة المزرعة هي عبارة عن قرص بالمختبر هذا القرص احنا الحنا بالمختبر دارسين البكتريا ونعرف شنو تحب نعرف شنو تحب نعرف هو تحب اللاكتوز نعرف هو تحب البوتيتي نعرفها تحب الأوكسجين نعرفها تحب الماء نوفر لها كل متطلباتها للعيش بهاي المزرعة بالمختبر نجيب العينة من الخروج من البول من أي شيء من الحلق من الخشو ناخذ العينة نجي ننزمها نزرعها هنانا العينة البكتريا ش راح نسوي البكتريا راح تبقى 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 تاكل وتشربها الحدمة المو تسوي مستعمرات مثلا هاي مستعمرات هاي مستعمرات خاف واحد حد الان عم روحاته ما فاهم شنو معنى الكلتر هاي خوش راحناها فهي هاي كلتر اقبالك هاي كلتر هاي خاف واحد ما عنده معلومات صفر يعني واحد ما عنده صفر معلومات نقول له هاي انت من الصفر شرحنا لك تعال هذه المزرعة لو ايجينا طفنا العينة مالتنا هاي العينة مالتنا ايجينا اريد نضيفها هاي العينة مالتنا هاي العينة اخذناها مثلا من الخروج هاي العينة اهنان هاي العينة ايجينا ريد نضيفها وين ايجينا ريد نضيف نضيفها للمزرعة زين من ايجينا يا شباب ريد نضيفها للمزرعة المزرعة شنو بيها المزرعة بيها الاكتوز هاي المزرعة بيها الاكتوز ببساطة زين الاكتوز وين الاكتوز هذا الاكتوز هذا اللاكتوز هذا شنو هذا البلون الأخضر هذا لاك لاكتوز اللاكتوز شنو للمرة المدرج قد أقول هاللاكتوز نوع من أنواع السكريات لاكتوز وهاي البكتيريا صاحبتنا هاي البكتيريا صاحبتنا هاي البكتيريا ضفناها إحنا ضفناها فمن ضفنا هاي البكتيريا يا شباب إجدت تغذت على اللاكتوز هاي نوع من النوع التي تخمر هاي البكترية ضفناها فشفناها خمرت اللاكتوز سوت لللاكتوز خمرت خمرت اللاكتوز زي خمرت اللاكتوز فمن خمرت اللاكتوز انفرزت صبغة من تخمير اللاكتوز صبغة وردية صبغة شنو؟ صبغة وردية فهاي البكترية هاي البكترية صاحبتنا البكترية تلونت بهاي الصبغة الوردية فالنتيجة شنو النتيجة انه هاي البكترية من سوت مستعمراتها صارت مستعمراتها على شكل لون وردي فتشوف شكل البكترية على المستعمرة شكل البكترية على المستعمرة شنو لون وردي هاي البكترية كبر المستعمرة مستعمرة هاي لون وردي هي مستعمرة البكترية باللون الوردي هي سموها بينك بينك كالار بينك يعني وردي لون شنو هذا بينك 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 كولونيز 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 يعني مستعمرات مستعمرات شنو وردية زين هاي منو هاي للبكترية اللي هي شنو البكترية اللي يقلنا شنو هاي لاكتوز لاكتوز فيرمنتر 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 تخمر اللاكتوز هاي خمرت اللاكتوز فأخذت صبغة وردية خو كلش ممتازة نجي نقول عينة ثانية هاي عدك عينة هنانا ضفتها لهاذي المزرعة هاي المزرعة هم بيها هنانا الاكتوز هم بيها الاكتوز هذا الاكتوز قبالك زين؟ هذا الاكتوز موجود بالمزرعة وجينا اضفنا هاي البكترية هاي اللي زمناها البكترية اضفناها الهنان فيجدت صاحبتنا البكترية ما حد ما حد راح تلقاه ايش يعني يرسم لك اياها بهالبساطة يعني حتى واحد لو كشي ما عنده ولا معلومة همينه راح يفتهمها هذا الاكتوز قبالك هاي البكتيريا ما خمرت اللاكتوز اجت لللاكتوز ما خمرته فمن ما خمرته ما اخذت الصبغة الوردية ما اخذت الصبغة شنو الوردية فتلونت بها لون تلونت بقى 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 لونها شاحب طبعا هي لونها مو اسود لونها شاحب يعني هي جتقدر تقول لونها شاحب بها الطريقة لونها شاحب نقول مثلا لونها هي جتش شاحب فاللون اخترك يا يبين هنا شاحب بالضبط هو شاحب يعني تقريبا مثل الابيض هايج هذا خوش لون فالمستعمرات مالتها شاحبة تقول لي ليش ما صارت اسود اقول لك لا لا ما لك علاقة بها ذا اللون سود هاذا احنا فرضناه من يمنة هي البكترية لونها مو اسود لونها شاحب زيان يعني انا مفروض مثل نقول شاحب لونها اذا اخذت الوردية صير وردية اذا ما اخذت الوردية الصير شنو تبقى شاحبة هنا هنا شوف اذا اخذت اذا اخذت مثل هنا هم نمسح اذا اخذت الوردية صير وردية اذا ما اخذت الوردية تبقى شاحبة بس هنا بما انه خمرت اللاكتوز اخذت الصبغة صارت وردية هاي خمرت اللاكتوز خمرت اللاكتوز طلعت صبغة وردية لبست الصبغة الوردية صارت وردية هنا هاي البكترية ما خمرت اللاكتوز ما اخذت الصبغة الوردية بقت شاحب هاي مين رادي لا راح للقاضي بس هاي كلش مهمة بالامتحان هاي شنو يطلع لانا هاي شنو يطلع فباعد بالك هاي اللي خمرت اللاكتوز اللي هي لاكتوز فرمنتر المستعمرات مالتها بنك وردية هاي المستعمرات مالتها شنو لما خمرت اللاكتوز مستعمراتها بال شاحبة مستعمراتها هنا نكتبها مستعمرات مالتها مستعمرات مالتها مستعمرات 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 شاحبة وكلش بسيطة عرفتوا يا شباب هي هاي كل القصة تعال خلنقرها الان اتحفظتها هاي طبعا المخطط رح يقيمك فتعال خلنقرها هاي المكتوب يقول لك هنانا according بناء على lactose fermentation تخمير lactose فهاي ذي هاي البكترية R classified تم تصنيفه اول نوع lactose fermenter مخمرة اللاكتوز وعن lactose fermenter غير مخمرة اللاكتوز والليت مخمرة اللاكتوز المتأخر جاي مخمرة اللاكتوز يقول لك هنانا شنو بالنسبة لمخمرة اللاكتوز يقول لك هاي تخمر تخمر اللاكتوز لتنتج Bartoloneeus مستعمرات وردية على الماكونكي اقار الماكونكي اقار هو هو هاي الوسط الزراعنة علي البكترية الماكونكي اقار الوسط اسم الوسط هذا الزراعنة علي الي يحتوي شنوييييي sextوى عندلاكتوز ليعمال علي اللاكتوز اللي هو هذا شكله هذا شكله اللي أنا رسمت لك إياها همهنانه اللي هو هذا وياه هذا يسموه مكون كي أقار سموه مكون كي أقار زين تعال فهنانه فتطلع لونها وردية على المكون كي أقار is characteristics of هذه هي خصيصة مال منه يا بكترية من هذه العائلة هاي هي بكترية اسمها إيكولاي اللي شريرية وبكترية الانتيروبكتر هاي الانتيروبكتر والكليبسيال هذولا ثلاث أفراد من هذه العائلة يخمرون اللاكتوز ويطلعون ورديين على على هذا الميديا على هذا الوسط اللي هنه ثلاث بكترية إيكولاي انتيروبكتر أسماؤهم هج إن اللاكتوز فرمنتار دولا ما يخمرون اللاكتوز طبعا دولا شنو دولا دونت فرمنت اللاكتوز ما يخمرون اللاكتوز انت فورم ويشكلون بالقلونيس مستعمرات شاحبة على المكون كاقار على هذا الوسط ما لاتنا يسميناه مكون كاقار من هم دولا 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 واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة خمس افراد من هذه العائلة فرج اسمه سالمونيلا وشيقلة وسريشيا وبروتيوس ويرسينة طبعا دولا كلهم رح ناخذهم لا تستعجل اللي كلها رح ندرسها وكلبسيلا سالمونيلا مستعمرها بس منها سبعة شوية بس بعدين من راح يقول لك هاي ال اكلها تخمر اللاكتوز انت تعرف يعني شو差不多 تخمر ال لاكتوز ويعرف انه اشرح لازدد لخ pil式 لما اصل للسالمونيلا هي السالمونيلا و قلت لك السالمونيلا ماتخمر اللاكتوز تتعلم عني سح ما تخمر ال لاكتوز وهكذا بعد الليت الاكتوز فيرمنتر اللي تخمر ال لاكتوز بعدين ہے الشكاله الشقلة بس منه شقلة نوع منه شقلة سوني شقلة سوني اسمها مركب شقلة سوني عرفت شلون هاي يا شباب الامثلة طبعا لا تستعجل عليها الامثلة هاي الامثلة مثلا ذن الثلاثة وهذا الخمسة هذن راح يمرن عليك شوية شوية خاف تقول هسا شوان احفظهن اقولك شوية شوية راح ينعادن عليك هاي الاسماء راح تدرسهن واحدة واحدة يعني انت ان شاء الله منت تدرس الاي كلها وتدرس سالمونيلا تدرس شقلة بعد هاي الاسماء عندك مو صعبة يعني هستت تستصعب كلمة شقلة وسالمونيلا وبروتيس ويارسينيا اول مرة تسمع في هاي الاسماء عادي طبيعي جدا بس ان شاء الله راح ندرسهن واحدة واحدة وراح يمرن عليك ذن الاسماء وراح تهضمهن ومن قدمة ان عادا ايش تجزع منعتهم ايش تجزع منعتهم من قدمة راح ينعادن عليك فاطمئنه ولا ترتبك ولا تخاف خاص بالك هاي اسماء صعبة لا لا لكن هنذن راح يمرن عليك الاسماء اتباعا محاضرة محاضرة الان انت مطلوب منك تعرف هذا الشرحنا شنو يعني تخمر اللاكتوز شنو ما تخمر اللاكتوز والامثلة كاسماء بعدين ان شاء الله تمر عليك اهم شي تعرف ان هاي شاحبة وهاي وردية ونذن ملطش بالامسكيو هذن ملطش بالامسكيو وركز عليهم اللي تخمر اللاكتوز وردية اللي ما تخمر اللاكتوز شاحبة هاي ملطش بالامسكيو وهاي يقبالك الصورة ايضا شوف هاي خمرت اللاكتوز لونها وردي هاي ما خمرت اللاكتوز لونها شاحبة هاي ملطش بالامسكيو الوسط شنو اسمه اسمه مكونكي اقار تمام يا شباب تمام